جمعا اليوم راح أوريكم تشارت هائل جدا يوضح لنا إيش القادم للبيتكوين وكمان راح أتكلم عن العملات البديلة إذا عندك أي عملات بديلة فلازم تشوف هذا الفيديو في أشياء كثيرة تحصل في الأسواق هنا بشكل عام الذهب عند أعلى مستويات وهل البيتكوين راح يلحق بالذهب راح أوريكم أداء البيتكوين مقارنة بالوصول الأخرى إلى الآن أداءه مش جيد جدا نعم جماعة في أشياء كثيرة هنتكلم عنها اليوم فاتأكدوا بأنكم تظلوا معي من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن وعلى فريم الأربع الساعات طبعا ما في أشياء كثيرة حصلت منذ الفيديو تبعي أمس إذا رحنا هنا على الفريم اليومي فتقدروا تشوفوا بأنه إحنا لسه هنا فوق طبعا في عندنا هذه الشبعة اليومية أمس هنا أغلقت فوق هذا الخط البني تقدروا تشوفوا بأنه حصل هنا على ارتفاع وارتداد كبير على هذه الشمعة اليومية ارتفعنا إلى مستوى 59 ألف دولار والآن هذه الشمعة في الواقع تحاول بأنها تكسر فوق مستوى المقاومة هذا هنا مستوى المقاومة الحالي هو 59 ألف دولار طبعا إحنا حاليا فوق هذا المستوى فخلونا نشوفوا جماعة إذا رح نقدر نغلق فوق هذا المستوى وعلى فريم الأربع ساعات تقدروا تشوفوا بأنه الشكل زي كذا وحاليا الآن نكون احتمالية ترند صاعد بهذا الشكل فكل شيء الآن شكله هنا جيد جدا من ناحية هذه الأشياء وبكل تأكيد طبعا إحنا هنا في فترة تعتبر بيرش شوية إذا شوفنا هنا على إيش اللي حصل في الأيام الأخيرة تقدر تشوفوا بأنه هبطنا من مستوى 62 ألف دولار في تاريخ 8 أغسطس هنا قاعدين نمشي بشكل مستمر بهذا الشكل الهبط منذ 8 أغسطس وبشكل عام يقدر نشوف بأنه قاعدين نتماسك داخل هذه المستويات أو هذا النطاق طيب اللي رح أقوله هو أنه أنا لسه طبعا بوليش في البيتكوين الأشياء بشكلها جيدة جدا إذا بعدنا شوية ولكن على المدى القصير نعم إحنا الآن هنا في فترة تماسك في هذا الترند الهبط ولكن في نفس الوقت وصلنا إلى هذا المستوى مستوى الدعم المهم هنا الخط البني والآن هذا المستوى هنا كمستوى الدعم فخلونا نشوف يا جماعة إلى إن راح يتجه السعر ولكن تقدروا كما هنا تشوفوا بشكل واضح جدا بأنه إحنا هنا في هذا الترند البيارش فخلونا نشوف يا جماعة إذا راح نقدر نكسر هنا فوق هذا النموذج وندفع إلى مستويات عالية إذا بعدنا وشفت هنا على البيتكوين وكل الشيء اللي يحصل في الأسواق حاليا ومعدل الفائدة طبعا معدل الفائدة على وشك بأنها تقل وكمان بما أنه التنصيف أردي حصل وكمان تم الموافقة على الاسبوت بيتكوين اتف فمع كل هذه الأشياء الجيدة اللي تحصل للبيتكوين إذا بعد فأنا لسه أعتقد بأنه البيتكوين شكله بوليش جدا جدا إذا أعطيته وقت كافي فهذه هي نظرته بشكل عام طبعا ما تغيرت أو ما غيرت نظرته وهذه هنا طبعا شيء أكيد أنتو عارفينه منذ فترة طويلة طيب على تشارت اليومين لسه في عندنا هنا مستوى الدعم عند 53300 دولار طيب خلونا الآن يا جماعة نتكلم هنا عن بعض الأشياء المهمة الذهب حصل هنا على ارتفاع أو أعلى ارتفاع الإطلاق أمس الذهب أبدا ما أغلق عند هذا المستوى في السابق فهذا يعتبر شيء ضخم وإنتو عارفين يا جماعة بأنه أنا طبعا تكلمت عن هذا الشيء هنا في السابق تكلمت عن هذا الشيء هنا في الواقع في كان بداية 2024 كيف بأنه إذا كسرنا فوق هذا الخط الأحمر فكنت أتوقع بأنه الذهب راح يرتفع بشكل كبير للأعلى وهذا بالفعل هو اللي حصل طيب شوفوا جماعة أعتقد أنه كثير من هذه الأموال اللي في الذهب راح تلاقي طريقها في الأخير إلى العملات الرقمية إلى أصول أفضل طبعا الذهب أوكي كويس ما في مشكلة ولكن الذهب الدجتال أو الذهب الرقمي اللي هو البيتكوين أفضل من الذهب العادي فأعتقد جماعة بأنه هذا هنا يعتبر شيء بوليش جدا جدا كمان للبيتكوين ربما قد يبدو الأمر ليس كهذا الشيء ولكن في الواقع إذا شوفنا هنا على الأصول الأخرى مقابل البيتكوين مثل الناس داك اللي يس أن بي 500 والذهب وإذا شوفنا هنا على إيش اللي قاعد يحصل مؤخرا فالأصول الأخرى في الواقع كانت تؤدي أداء قوي جدا تقدروا تشوفوا هنا اللي س أن بي 500 هنا أداء قوي جدا ارتفعت هنا بـ 4% وكمان في عندكم الذهب مرتفع هنا بـ 3% والناس داك مرتفعة بـ 5.5% وهالبيتكوين منخفض بـ 0.15% ففي رأيي جماعة أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت في شخص الآن يبيع كميات كبيرة وهائلة من البيتكوين بكل تأكيد في ضغط بيع قوي هنا على البيتكوين مؤخرا وإذا عايزين تعرفوا في الواقع من اللي قاعد يبيع البيتكوين فأتأكدوا يا جماعة بأنكم تشوفوا الفيديو اللي عملته أمس تكلمت فيه عن هذا الشيء ولكن أعتقد بأنه البيتكوين راح يلحق وأعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت للبيتكوين فكل الناس الآن خايفين من الركود الاقتصادي ولأنه تاريخيا يرتفع معدل البطالة بمقدار 0.5 إلى 1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من بدء الركود وحتى الآن خلال هذه الدورة ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.5% خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل إلى 4.3 في شهر يوليو وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 إذا حدث الركود اقتصادي يقول التاريخ أننا يمكن أن نرى ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 6% بحلول نهاية عام 2025 وكمان يقولهم معدل البطالة الآن أرد ارتفع فوق الموفينج أفرج 36 لأول مرة منذ أربع سنوات وفي كل مرة حدث فيها هذا الشيء في الماضي كان يتبع ذلك ارتفاع حاد في معدل البطالة سوق العمل الأمريكي يضعف طيب إيش معنى هذا الشيء؟ هذا معناته بأن الفيدرالي راح يحاول يشوف على هذا الشيء في الواقع إذا شفنا هنا على إيش اللي يقول الفيدرالي يقول هنا لدي مخاوف من أننا حددنا هذا المستوى مستوى سعر الفائدة وتضخم منذ أكثر من عام وأن سوق العمل يتراجع بشكل أسرع من المتوقع أعتقد أننا يجب أن نأخذ خطوة إلى الوراء ونفكر في ذلك وكمان قالوا بأن البطالة ترتفع وهذه إشارة للانتباه فبمعنى آخر الفيدرالي يراقبه هذا الشيء بعن كتب وإذا هذا الشيء استمر إذا معدل البطالة استمرت بالارتفاع فربما بأنه رح يضطروا أنهم ينقصوا معدل الفائدة طيب الشيء الجيد وهو أنه بيانات التضخم اللي طلعت في الواقع كانت أقل من الشيء المتوقع فالفيدرالي سعيد من أن التضخم يهبط ويقتربه من الهدف اللي كان عندهم وهو الـ 2% ولكن ربما رح يضطروا بأنهم يبدأوا ينقصهم معدل الفائدة وهذا طبعا أكيد رح يساعد مع البطالة ورح يساعد كمان السوق لأنه رح يكون في أموال رخيصة تدخل في السوق فأعتقد يا جماعة بأنه احنا في الكوكتيل الممثالي جدا طبعا أنا مش قلق بشكل كبير جدا من الأشياء التي تحصل أعتقد بأنه إذا شوفنا هنا على الأوامل الكبيرة فأعتقد بأنه كل شيء جيد للبيتكوين طيب إذا شوفنا يا جماعة هنا على وهذا في الواقع تشارت جنوني هو هائل جدا هذا يا جماعة هنا سوق الأسهم الياباني مقابل البيتكوين وهذا هنا تشارت الشهرين طبعا هنا عندنا على الجهة الشمال هذا هنا سوق الأسهم الياباني وبعد كده فعلا الجهة اليمين فيه عندنا سعر البيتكوين واللي هو هذا هنا التشارت الشهري واللي عايز أركم يا جماعة وهو كيف أنه هذا هنا شيء مشابه جدا جدا حتى لا رغم أنه نعم هذا هنا على فريم أطول والبيتكوين اللي سيعتبر أصل جديد ويتحرك بشكل أبطأ ولكن في نقطة من النقاط طبعا كمان سوق لأسهم الياباني كان كمان يعتبر أصل جديد ولكن ان تقدروا تشوفوا جماعة هنا وهو أنه نحصل هنا على هذه الفترة الصاعدة القوية وبعد كده نحصل هنا على انخفاض وارتداد وبعدها نحصل على فترة صاعدة قوية ثانية وبعد كده يكون في عندنا انخفاض مرة أخرى هنا عندنا بير ماركت كبير وبعدها نحصل هنا على الفترة الصاعدة الثالثة للأعلى بهذا الشكل وبعدها نحصل على انخفاض مرة أخرى وبعد كده يكون في عندنا تقلبات كبيرة وهائلة هنا في هذه الفترة فحصلنا هنا على هذه التقلبات بهذا الشكل وإذا قررنا هذا الشيء هنا في البيتكوين فيبدو مشابه بشكل كبير جدا يعني في عندنا هنا هذه الدفع أهل الأعلى طبعا هذا هنا لما كان البيتكوين في بداياته نفس الشيء كان هنا طبعا هذا الوقت كان لسه جديد للسوق الأسهم اليابانية بوم حصلنا هنا على ارتفاع حصلنا على انخفاض وحصلنا بعد كذا هنا على الفترة الثانية طبعا هذا هنا كانت محركة عنيفة جدا للأعلى للبيتكوين حصلنا على انخفاض البير ماركت دخلنا فيه وبعد كذا حصلنا على الفترة الثالثة الصاعدة بهذا الشكل وحصلنا على انخفاض وبعد كذا تقلب في هذه الفترة الرابعة النفس الشيء اللي حصل هنا في سوق الأسهم الياباني في هذه التقلبات والآن شوفوا جماعة إيش اللي عمله سوق الأسهم الياباني بعد كذا حصلنا هنا على حركة هائلة صاعدة للأعلى بهذا الشكل فالسؤال الآن يا جماعة هو هل البيتكوين راح يكرر نفس الشيء هذا هو اللي حصل للبيتكوين إلى الآن طبعا الآن البيتكوين ارتفع إلى أعلى قمة سابقة ولكن لسا ما حصلنا هنا على ارتفاع وكسر فوق هذا الخط وإذا قدرنا نعمل هذا الشيء فالهدف اللي أضافه هنا تيك ديف هنا هو 1.7 مليون دولار هذا هنا إلى عام 2028 أو ربما 2029 هل راح يحصل هذا الشيء؟ طبعا أنا ما أستبعد أي شيء هذا كله يعتمد على كيف تقيس هذا الشيء هنا طبعا هذا هنا مقاس بالدولار الأمريكي فإذا الدولار الأمريكي طبعا هنا انخفضت قيمته وصار ضعيف والبيتكوين أصبح أقوى فبالتالي أكيد راح يرتفع طبعا راح نشوف يا جماعة راح نشوف بالتأكيد إيش اللي راح يحصل ولكن بالفعل أعتقد بأنه إحنا راح نرتفع إلى مستوية عالية هل راح نوصل إلى مستوى 1.7 مليون دولار للبيتكوين قبل 2029؟ مش عارف ولكن دم أنه إحنا نمجي بحركة مشابهة للشيء اللي مشوفناه هنا لسوق الأسهم الياباني فأنا طبعا أكيد راح يكون سعيد وإنتوا كمان راح تكونوا سعداء وهذا أكيد راح يأخذ العملات البديلة إلى مستويات عالية جدا مع أمر الوقت فخب في الوقع جماعة هنا خلونا نتكلم هنا عن العملات البديلة لأنه العملات البديلة ما تؤدي أداء جيد جدا طيب إلى الآن في عام 2024 تم إطلاق 30 توكن 30 عملة على الباينانس اللي هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية فقط واحدة من هذه 30 عملة اللي لسه تؤدي أداء جيد حاليا وهي جوبيتر كل العملات الأخرى شوفوا هنا سالب 75% سالب 65% فيعني بشكل عام هذه العملات هابطة من بين 50% إلى 90% وهذا طبعا شيء هائل جدا هذا شيء فضيع جدا يعني من كل أو من أصل 30 عملة تم إطلاقها في عام 2024 فقط عملة واحدة تؤدي أداء جيد ففي نقطة من النقاط جماعة هذا الشيء هنا راح يتغير أعتقد بأنه بشكل عام طبعا العملات البديلة راح تستمر بالمعاناة إلا في حالة إنك قدرت تختار العملات الصحيحة أعتقد بأنه هذا هنا توضيح رائع جدا وممتاز جدا للشيء اللي قاعد أقوله في خلال 6 الأشهر الماضية أو التسعة الأشهر الماضية بأنه لازم تكونوا حذرين في العملات البديلة اللي تختاروها أو اللي تجمعوها نعم راح يكون في بعض الفائزين نعم راح يكون في بعض العملات الفائزة إذا اخترت جوبيتر فأنت من الفائزين ولكن إذا أنت تمسك بكل هذه العملات البديلة فأكيد طبعا أنت منخفض من بين 50 إلى 90% في كل هذه العملات البديلة فلازم بأنك تختار العملات الصحيحة ورح أستمر بأن أتكلم عن هذا الشيء على قناتي طيب الكورتر الثالث اللي هو الربع الثالث حاليا طبعا هذا الربع الثالث راح ينتهي قريب وأنا قلت ولسه طبعا أقول هذا الشيء ولسه أعتقد بأنه في نهاية الصيف وطبعا قاعد أقول هذا الشيء منذ نص سنة بأنه في نهاية الصيف أعتقد بأنه البيتكوين راح يرتفع وراح يرتفع إلى مستويات عالية وكنت أعتقد بأنه حاليا في الوقت هذا يعني في نهاية شهر سبعة وبداية الشهر ثمانية أعتقد بأنه إحنا راح نبدأ أوردي بالاتفاع فيعني نوعا ما بالفعل عملنا هذا الشيء يعني لأنه إحنا الآن عند 60 ألف دولار فإحنا في الواقع كنا هابطين عند 49 ألف دولار لما كنا نتكلم عن هذا الشيء ولكن جميعنا جماعة إحنا الآن لسا هنا منخفضين بخمسة فاصلة سبعة بالمية هذا هنا في الربع الثالث وبشكل عام الأداء المتوسط أو متوسط الأداء يكون بسالب أربعة بالمية في الربع الثالث فيعني الأداء نوعا ما يعتبر طبيعي من ناحية الأداء المتوسط ولكن تشوفينا جماعة في الربع الرابع في العادة يكون انفجاري جدا ومتوسط السعر أو متوسط الارتفاع يكون بـ 56 أو 57% ارتفاع في الربع الرابع فإذا التاريخ يعتبر مؤشر للأشياء اللي راح تحصل فممكن أن الواحد يحط عينه على الربع الرابع وأن الربع الرابع راح يكون إيجابي فأخلونا نشوفي جماعة إذا هذا الشيء راح يحصل أو لا وطبعا إذا عايزين تستخدموا أفضل البونسات وأفضل المنصات المركزية والمنصات اللامركزية فتأكد يا جماعة بأنكم تشوفوا هنا على هذه الروابط في صندوق الوصف تقدروا تحصلوا على بونس يصل إلى 30 ألف دولار عن طريق هذا الرابط في منصة الوايبت وما يصل إلى 60 ألف دولار من الأوكي إكس وما يصل إلى 40 ألف دولار من البيتغيت وطبعا هنا ما في كويسي ما في إعرف عميلك إذا ما تقدروا تستخدموا هذه المنصات فتقدروا تستخدموا منصة الإيفو ما في بيانات شخصية ما في إعرف عميلك ما يحتاجوا هذه البيانات أفضل منصة لا مركزية وراح تحصلوا على صفقة مجانية بقيمة 300 دولار عن طريق هذا الرابط فأتأكد يا جماعة بأنكم تستغلوا هذا الشيء هذا كل شيء عندكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم